اشتركوا في القناة صفحة رقم ثلاث وصفحة رقم أربعة راح نرجح له بعد ما نخلص الوحدة الأولى طيب تمام القطعة الوحدة الأولى اسمها information technology شو مانا كلمة information معلومات عيدها مرة تانية information معلومات technology technology صارت ايش تكنولوجيا المعلومات تمام تمام حسن كلمة information تعتبر مفرد ولا جماعة بقولك تعتبر مفرد ليش اعتبرناها مفرد لأنها تعتبر اسم غير معدود وحكينا أي اسم غير معدود يعتبر مفرد تم تم بعدها راح تلاقي الكلمات الانجليز انجليزي المطلوب منك بالوحدة الأولى حنرجع لها بعد ما نخلص قطعة الوحدة الأولى عبركة الله نبدأ شرح قطعة الأولى في الوحدة الأولى اسم القطعة the history of computer شو اسم القطعة the history of computer شو معنى كلمة history تاريخ تاريخ ايش الكمبيوترات نعيد شو اسم القطعة اسمها بالانجليزي the history of computer شو معنى كلمة history تاريخ تاريخ ايش الكمبيوترات إذن شو معنى كلمة تاريخ؟ تاريخ إيش؟ الكمبيوتر الكومبيوتر طيب تمام هسيا القطعة فيها ست سبع كلمات إنجليز إنجليزي إذن كم كلمة فيها إنجليز إنجليزي؟ ست كلمات هزاها راح تبلش تحكي ليست عرفات كلمات إنجليز إنجليزي أحفظها حفظ وأقول لك لا اسمع شو بدي أحكي هذا السؤال راح أتكرره كمان شوي كلمات إنجليز إنجليزي إذا تعرف معنى الكلمة بالإنجليزي والمعنى الثاني بالعربي إذا قدرت الترجم ما بتعاني طيب شو هم الكلمات المطلوب منك بسم الله الرحمن الرحيم الكلمة الأولى Calculation أعيدها مرة ثانية شو معناها عملية حسابية كمبيوتر رقاقة حاسوب فلبي ديسك بي سي اختصار لبيرسونال كمبيوتر شخصي بروغرام برنامج سمارتفون هاتف دكي وWWW الشبكة العنكبوتية الواسعة كويس هسا انت أول شي الخطوة الأولى أعرفت معاني الكلمات من الإنجليزي العربي الآن شو بدك تسوي بدك تعرف هدول الكلمة ومعناها بالإنجليزي Calculation شو حكينا عملية حسابية شوف شو معناها معناها way of using numbers in order to find out an amount price value يلا شو معنا كلمة way طريقة way طريقة using استخدام numbers الأرقام in order to لكي find out نجد amount كمية price سعر value قيمة نعيد مرة تانية way شو معنا way طريقة طبع عطيني كلمة ثانية تعني طريقة كلمة ثانية تعني طريقة في كلمة اسمها method إذن كلمة method شو معناها طريقة using numbers in order to طلع علي كلمة order بيجي معناها طلب وحيانا بيجي معناها ترتيب لكن in order to معناها لكي شو معناها لكي عيد لي شو حكيت order لحالة معناها طلب أو ترتيب إذن كلمة order كم معنى إلها معنيين طلب أو ترتيب سجلت هاي الملاحظة سجلتها سجلتها كويس رقم اثنين in order to شو معناها لكي order طلب أو ترتيب in order to لكي كويس شو الكلمة calculation شو معنى calculation من العربي عملية حسابية شوف شو معناها بالانجليزي way طريقة of using numbers استخدام الأرقام in order to لكي find out نجد amount كمية price سعر value قيمة تمام تمام كلمة الثانية اسمها computer chip رقاقة حاسوب أول شيء تعليق الأول في عندي كلمة هاي chip معناها رقاقة لكن فيش كلمة chip هاي معناها سفينة إذن هاي معناها رقاقة وهاي شو معناها سفينة كل هاي الكلمات لازم يكون في عندك دفتر ملاحظات تكتب عليه هاي الكلمات تمام تمام كويس شوف شو معناها small piece inside computer which stores information via an electric current يلا ترجم small piece شو معنا بيس قطعة شان small صغيرة inside داخل إذن شو معنا inside داخل طب شو معنا outside خارج قطعة صغيرة داخل الكمبيوتر which store تخزن information معلومات via عبر electric current تيار كهربائي كويس يلا شو الكلمة computer chip رقاقة حاسوب small piece قطعة صغيرة inside computer شو معنا inside داخل الكمبيوتر شو بتسوها هي القطعة store شين store تخزن information المعلومات وين via عبر اللي هي عبر electric current اللي هو تيار الكهربائي تعالي حكيها بطريقة تانية شو معنا صغير small قطعة piece داخل inside computer تخزن store معلومات information ضيا عبر أو خلال electric current التيار الكهربائي الكلمة بعدها floppy disk course marine floppy disk course marine بدنا نعلق هون على كلمة disk disk إذا كانت بال-E معناها مقعد إذا كانت بال-I معناها قرص إذن هاي معناها مقعد وهاي معناها إيش قرص شو معنا القرص المارين شو شو معناها flexible removable magnetic disk stores computer information يلا ترجم شو شو معناها disk شو معناها disk القرص المارين مغنتيك مغناطيسي flexible مارين removable متحرك disk story وخزن information إيش معلومات البعديها بي سي لو سألتك ها طلع عليك لو سألتك شو بدي أسألك هاذا كل المواحظات اكتبها البي سي اختصار لا ايش بتقولي personal computer يلا عيد لمرة تانية البي سي اختصار لا personal computer يلا عيد لمرة تانية بي سي اختصار لا personal computer شو مانا personal شخصي جاي من كلمة person شو مانا personal شخص personal computer الكمبيوتر الشخصي تمام تحكي لي تمام شو هو computer that is used by one person at a time computer used يستخدم one person شخص واحد في وقت واحد يلا عيدلي مرة تانية شو قلت أنا قلت أنا بي سي بي سي اختصار لمن personal computer شو مانا personal computer computer is used يستخدم by one person شخص واحد at a time في وقت واحد طيب تمام program برنامج حاسوب program برنامج حاسوب set مجموعة instructions تعليمات set of instructions مجموعة تعليمات enabling تمكن الكمبيوتر انه function يقوم في عمله او وظيفته نعيد program program برنامج حاسوب set مجموعة instructions عيدها الكلمة ثانية instruction تعليمات which enabling تمكن تمكن مين الكمبيوتر انه function يقوم في عمله طيب تمام smartphone هاتف ذكي smartphone هاتف ذكي شوف شو معناها قلبي معناها mobile phone telephone with شو معنا with مع طب شو معنا without بدون mobile phone with advanced technology فيه تكنولوجيا advanced متقدمة طلع عليه هون في كلمة اسمها advice نصيحة وفي كلمة اسمها advanced متقدم اذا شو معناها advice نصيحة و advanced متقدم طيب تمام الكلمة الاخيرة شو هي WWW اللي هو الشبكة العنكبوتية العالمية الواسعة WWW شو هي information system معلومات في النظام نون معروفة باسم الانترنت هاي المعلومات تسمح للdocuments للوثائق او للناس انهم reach يصلوا او يحصلوا او يبحثوا عن information معلومات by moving عن طريق التحرك from document to another من ملف او من وثيقة الى اخرى هاي الكلمة هنرجع لها كمان شوي الان عبركة الله نبدأ الفقرة الاولى من قطعتنا شو بتبدأ سوي بدي اقرأ الفقرة كاني طالب وبعديها نبلش نحلل فيها تحليل تحليل بسم الله الرحمن الرحيم عبركة الله نبدأ هاي اللون when you are using computer think about technology that is needed for it to work people have been using types of computers for thousands of years اميت الماشين was found in the seabed in Greece that was more than 2000 years old it is believed that this was the first ever computer تمام تحكيلي تمام عبركة اللي هنبدأ when you are using computer شو ما نوين عندما you انت من يقصد بانت مين انت اللي انت الستودانت اذا لو قال لك الضمير you عمين عايده بتقوله على استودانت الطالب لما انت using شوانا using تستخدم الكمبيوتر الحاسوب think فكر بيش بدك تفكر بالتكنولوجي التكنولوجيا طب شو معنا about حولها that عمين عايد that دايما that بتعود علي قبلها عدولي شو حكيت that عمين بتعود علي قبلها that is needed التي يحتاجها يحتاجها the it عمين عايد the it the it عايدة على الكمبيوتر بيحتاجها الكمبيوتر عشان الكمبيوتر شو ما له يا قلبي work شو يعني work يعمل تمام اذا work شو معناها يعمل نعيد مرة تانية تعال نفصل يلا when you are using computer لما دك تستخدم الكمبيوتر think شو ني think فكر بايش بدك تفكر لما تستخدم الكمبيوتر بالتكنولوجي that is needed اللي يحتاجها the it اللي يتعامين عايدة على الكمبيوتر التكنولوجيا اللي يحتاجها الكمبيوتر عشان الكمبيوتر work شو ني work يعمل طيب ما شاست عربات شو التفصيل طلع علي شو التفصيل بسم الله اول شي هاي وين شو معناها يفوز طب هاي وين شو معناها عندما اذا وين يفوز وين عندما امسك دفترك بتك تصير مليون كلمة تعرف لو جاب لك قطعة من المريخ ولو جاب لك سؤال من المريخ على القطع بتك تعرف المعاني كويس when you are using computer think طلع علي في كلمة اسمها think هاي كلمة think يفكر وهاي كلمة think شي وهاي كلمة thank يشكر يلا كتوب اللي معانيه يا استاذ think you فكر think شي thank يشكر كويس اذا شو ما اقول لك when you are using computer يلا شو معنا وين عندما you انت using شو معنا يوزنك تستخدم شو بتك تستخدم الكمبيوتر شو لازم تسوي think شو ني think فكر تفكر about شو ني about حوله technology technology that is needed شو معنا needed يحتاجها بيحتاجها مين الات الات عمين عايدة عالكمبيوتر عشان computer work شو ني work يعمل خلصنا من الطابق خلصنا من الطابق طيب شوف شو بقول لي people have been using شو معنا people الناس have been using شو معنا يستخدمون types of computer انواع من الكمبيوترات for منذ او لمدة thousand of years شو معنا thousand الاف years السنوات اذا people شو معنا الناس شو معنا الناس have been using شو معنا كلمة using يستخدم عيدة شو معنا يستخدم الناس شو بستخدموا types of computer انواع من الكمبيوترات for thousand of years منذ الاف السنين طيب لست تعرفت طلع علي قلب بيهم شو معنا كلمة types انواع كلمة kinds معناها انواع sorts انواع يعني انت كم كلمة بتعرف معنا كلمة انواع ثلث كلمات شو هم kinds انواع types انواع و sorts انواع اذا الناس شو معنا using يستخدمون شو بستخدموا types انواع kinds انواع sorts انواع انواع من ايش من الكمبيوترات for thousand منذ الاف السنين طيب تمام مثل machine was found في آله مثل معدنية في آله معدنية شو ما لها was found وجدت شو ما لها وجدت وانا قوة هاي الآله المعدنية انذا سيبد في قاع البحر في دولة اسمها غريس اليونان هذا الكلام that was more than شو يعني more than اكثر من كم سنة الفين سنة ماضية تعال نفصل يلا بسم الله شو بقول لي متى الماشين شين الماشين آله آله معدنية found التصريف الاول find يجد التصريف الثاني found وجده والثالث نفسه امتى الماشين was found في آله معدنية was found وجدت وين لقوها هاي يعني هون السؤال هون 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 بدي سألك where شين where اين وين لقوها انذا سيبد شين سيبد قاع البحر طلع علي هون في كلمة سي هاي هاي سي معناها يرا وفي كلمة سي هاي هاي معناها بحر كويس وفي بد معناها سرير سيبد معناها قاع البحر اذا في ميتة الماشين شين الميتة الماشين في آله معدنية شمالها was found وجدت يعني في قطع معدنية لقوها وين لقوها in the sea بد في قاع البحر اي دولة غريس في اليونان متى هذا الكلام was more than اكثر من الفين سنة نقيه مرة تانية شو لقو بالسيبد بقاع البحر لقو متى الماشين آله معدنية باي دولة in which country in Greece شلي جريس اليونان قبل كم سنة 2000 years old قبل الفين سنة نقيه ده مرة تانية نقيه ده شو مانا متى المعدنية مشين آله متى الماشين آله معدنية شحني found وجدت وين لقوها بتقول لي سيبد شين سيبد قاع البحر باي دولة في دولة اسمها جريس هذو الكلام كان قبل كم سنة واز موردن شيني موردن اكتر من 2000 years الفين سنة it is believed طلع علي هون قلبي هون بالنسبة لbelieved هاي كلمة believe هاي تعتبر noun اسم معناها اعتقاد وهاي كلمة believe believe يعتقد تعتبر verb it is believed يعتقد it is this هذا الضمير it is this عمين بعود عالميتة الماشين يلا شوانا it is believed يعتقد this هذا شو ليش بنحكي عنه اللي هو الميتة الماشين was the first ever computer هو كان اول كمبيوتر اذا شو هو كان اول كمبيوتر بفكر فيه البشر اللي هو الميتة الماشين اللي هو الالة المعدنية وين لقوها في قاع البحر خلصنا خلصنا بدي اشرح بلغتي لما انت بدك تستخدم الحاسوب فكر بالتكنولوجيا اللي بحتاجها الحاسوب عشان الحاسوب يشتغل الناس بيستخدموا انواع من الحواسيب منذ آلاف السنين في آلة معدنية لكوها وين لكوها في قاع البحر بأي دولة في اليونان هذا الكلام كان قبل 2000 سنة ماضي يعتقدوا انه هذه الآلة المعدنية was the first ever computer هي اول كمبيوتر موجود تم تحكي لي تم الان شو بنا نسوي ننمسح هذا الكلام وشو بنا نسوي يا قلبي بنا نترجم مرة تانية مع بعض والترجم انت معي عشان نفلل عبركة الله وين عندما you and you يعني الطالب using test computer think شو بنا think about حوله تكنولوجيا ذات عادة عادة تكنولوجيا needed يحتاجها الات عايد عامين عالكمبيوتر عشان الكمبيوتر وورك يعمل people للناس شو ما للناس using شو مانا using يستخدمون types انواع من الكمبيوترات 4 ليه thousand of years منذ آلاف السنوات مثل machine شو مانا آلة أو قطعة شو مالها معدنية was found وجدت وين لكوها سيبد قاع البحر وين في اليونان هذا الكلام was كان شعني مور than اكثر من كم سنة الفين years سنة ماضية it is believed انه يعتقد this عيد عامين عالمية الماشين was كانت the first اول ever computer تمام تحكي لي تمام هسا بنا نقسم الصفحة للنص في عندي هون جموعة اسئلة هاي الاسئلة بدنا نحلها مع بعض قلتو يا رب يا رب سؤال اول طبعا انت عدفت الملاحظات هاي الاسئلة بتكتب ليها يعني فيه دفتر راح يكون عندك ملازم عندك كل كلمة بسجلها بالحصة بدك تكتبها بسم الله الرحيم سؤال اول when was the first computer found شمعنوا وين حكينا متى كان اول computer موجود متى اول computer موجود كان حكينا كان for thousand of years شيني thousand of years او before two thousand of years قبل الفين ايش سني where شيني وير اين the first computer found وجد اول computer وين وجد اول computer حكينا الجواب سيبد شيني سيبد قاع البحر هل بتضحفظ لا بس هي لا جواب عندك في دولة اسمها ايش greece شيني greece اليونان what ماذا was what does pronoun الضمير this عمين بعود هاي الضمير this حكينا عمين بعود على الميت الماشين عمين بعيد على الميت الماشين بدك ترف انه كلمة refer to يعودوا الى what was the first computer like كيف كان الاول computer اول computer شو هو كان يلا شو هو كان اول computer اللي هو metal machine طيب تمام السؤال بعده write down شو ما ن write down اكتب evidence دليل حكي هالكلمة evidence ضرورية جدا or شيني or او proof دليل اكتب دليلا explains يوضح او يشرح انه the first kind الانواع الاولى من الكمبيوترات aren't new لم تكن جديدة وين هاد الكلام لما حكالي ايش شوف لما حكالي ايش لما حكالي هاد الكلام وينو لما حكالي people have been using types of computer for thousand of years الناس عم بيستخدموا انواع من الكمبيوترات منذ الاف السنين هاد الشرح ما رح تلاقي زيه لانه عم بفصل لك تفصيل كل قطعة كلماتها وبعدين بحط لك أسر عليها تم تحكي لي تم السؤال دايما بتسأله استاذ انا بعاني في القطع وبعاني في المفردات ومادة الحفظ بشرح للجيل 2006 زي ما انتو راح تشوفو وحتشوفو انه لنتو عاني باللغة الانجلزية بالنسبة للمعاني والقطع ليش هخلي عندك بنك كلمات طيب قبل ما نبلش شرح هاي الفقرة هاي الفقرة بتعتمد على كلمات تدل على time الوقت اول اشي شو هاي الكلمة second شو معنا second ثانية لازم تعرف هاي الكلمات وشو معنا شو هاي الكلمة كلمة minute شو معنا كلمة minute دقيقة هاي الكلمة الفضوها ما تلفظهاش hour شو هاي تلفظ hour شو معنا اور ساعة لانه هاي الكلمات لازم تعرفها عشان تعرف تعليل القطع تمام تحكي لي تمام الان فيه عنا كلمة day. شو معنا day؟ يوم. وتخيل انه ممكن كلمة day تعني ايش؟ نهار. طب شو معنا كلمة today؟ today معناها اليوم. طب night ليل. واحد قال لك good night. شن good night؟ يعني مساء الخير. طيب كويس. وفي كلمات زي كلمة week. شو معنا week؟ أسبوع. شو معنا week؟ أسبوع. حسن في كلمة week ثانية بها حرف a. معناها ضعيف. وفي كلمة اسمها month. شعني month؟ يعني شهر. طيب. بعدها في عنا كلمة year. شو معنا year؟ سنة. في سنة اسمها ليبير السنة الكبيس اللي عدد ايامها 366 يوم بتهمنيش. في هاي الكلمة اسمها decade. حكيها مرة تانية. decade. معناها عقد. والعقد كم سنية قلبي؟ عشر سنوات. وفي كلمة اسمها generation. عيدها generation. generation. جيل. يعني جيل ما بين 30 ل 50 سنة. تمام؟ تحكي لي تمام. وآخر اشي. في اشي اسمه كلمة century. شو معنا كلمة century؟ قرن. والقرن كم سنة؟ مئة سنة. هاي الكلمات فورا على دفتر الملاحظات اكتب لي ايها. تمام؟ تحكي لي تمام. آه. امبلش. الفقرة التانية. حكينا من ان نقرأها بشكل سريع بعدين نبلش نحلل فيها. تحكي لي تمام؟ عبركة الله نبدأ شرح. اول ما تشوف هذا التاريخ. شو هاض؟ 1940. هذا التاريخ 1940. تعني في الاربعينات. يعني من عام 1940 لغاية عام 1950. اذا هذا التاريخ وجود الاس. خلاها تعني في الاربعينات. تعال علي هون. تعال علي هون. تعال علي هون. نعيد مرة تانية. لو كتب لك هذا التاريخ. 1960. هذا التاريخ ايش يعني؟ 1960. لكن لو كتب لك جنبه حرف الاس. شو تعني الستينات؟ شيني من عام 1960 لغاية عام 1970. اتفقنا بتقول لي اه اتفقنا. روح لهون يا كبير. بسم الله. اذا في الاربعينات. التكنولوجيا تطورت. هون الهاد. ما لهاش معنى لانه بعديها بير بي ثري. هاب هاز هاد. بعديها بير بي ثري ما لهاش معنى. اذا في الاربعينات التكنولوجيا تطورت. اينف. حكيها ايه الكلمة. اينف. لفضنا هدول حرفين. اف. بشكل كاف. اذا عام 140. بالاربعينات. تكنولوجيا هاد. شو ما ديفرب. تطورت. بشكل اينف. شو ما انا اينف كافي. حكيها الكلمة. اينف كافي. كيف تنكتب هايها كلمة اينف. تطورت التكنولوجيا بالنسبة للمين. فور انفنترز. فور لي. انفنترز مخترعون. طلع لي قلبي هون. في كلمة اسمها. طلع. طلع لي هون. انفنت. اخدناها بالشرح الفقرة القبلها. يخترع. انفنتر مخترع. انفنشن اخترع. تمام. تحكي لي تمام. اذا التكنولوجيا تطورت. بالنسبة للمين. للمخترعون. في الاربعينات. تكنولوجيا هاد. شو ما ديفرب تطورت. للمين تطورت. فور انفنترز. للمخترعون. شو سواء المخترعين بالتكنولوجيا. ميك صنعوا. شو ما انا ميك صنعوا. شو التصريف الثاني من ميك. اللي هو ميد. شو التصريف الثاني من ميك. 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 ميد. شو التصريف الثاني من م انفنترز حكيها انفنترز مخترعون شو سووا المخترعين بتكنولوجيا ميك صنعوا اول جيل من الكمبيوترز من الكمبيوترات المودن شاني مودرن حديثة اه يعني نيو يعني نات اولد جديدة منعيد الف سمية واربعين بالاربعينات تكنولوجيا هات ديفولوبت شو ما ديفولوبت تطورت بشكل انف كافي تطورت لمن التكنولوجيا فور انفنترز شعن انفنترز للمخترعون شو سووا المخترعين بالتكنولوجيا التي تطورت ميك شاني ميك صنعوا اول جينيريشن جيل جينيريشن اول جيل من الكمبيوترز من الكمبيوترات الحديثة اذا من الاربعينات الكمبيوترات اللي عم بنشوفها اول اساسها بالاربعينات الان زي ما حكينا شو حكينا في الاربعينات التكنولوجيا تطورت بشكل انف كافي لمن تطورت فور انفنترز للمخترعون لنفعل الرئاسة أول من خلال الرئاسة صنعوا الجيل الأول من المتفى للكونبيوترات الحديثة الآن لديه يصفلي الجيل الأول من الكونبيوترات الحديث راح تصفل فيه تعالي الأستاذ من المتفى الكمبيوترات الحديثة زي ما War这次 أقول لك لا موجودة متى كنات بالأربعينات فه استخدونا كمبيوترات حديثة موجودة الزمن الأربعينات يعني قبل ثمانين سنة طيب ما سأ diragir one such model واحد من النماذج من الأشكال أشكالィ اسから what's so large؟ شو يعني كان كبير؟ كان big كبير, large كبير, huge كبير. إنه ثلاثة كلمات معنىها كبير. big, huge, large. that it؟ آه. it؟ عايد عمين على هاذا النموذج الكبير. needed؟ شين needed؟ هاذا النموذج الكبير needed؟ احتاج. أروم شو يعني روم؟ غرفة. شو ما نروم؟ غرفة. that عمين عايدة؟ عالغرفة. هاي الغرفة was كانت مساحتها 167 سيكوير ميترز متر مربع. to accommodate it لنضعه فيها. لتتسع له. لات برضو هون راجع على مين؟ لone such model. إذن الآن شو بحكيلي؟ one such model واحد من النماذج. نماذج إيش؟ الكمبيوترات اللي كانت موجودة بالعربعينات. was so large. شو يعني large كبير؟ شو يعني big كبير؟ شو يعني huge كبير؟ and it needed. هاذا النموذج. شو ما نريد؟ احتاج. احتاج لروم. شين روم غرفة؟ كديش مساحتها الغرفة؟ 167 متر مربع. to accommodate it. لنضع هاذا الكمبيوتر فيها. تمام؟ تحكيلي تمام. إذن بدي إياك تركز عليه. ال it here. وال it here. بتعود the fair the such model. with that بتعود لمن للروم؟ نكمل يا قلبي. نكمل. شو بقول لي؟ during that decade. خلال ذلك العقد. وحنا زميك. شرحنا قبل شوية. حكينا العقد كم سنية؟ 10 سنوات. طب شو الدليل اللي بيقول لي إنه كلمة ذات decade لمين تشير؟ وإن العقدة 10 سنوات؟ هيو. يعني في الأربعينات. يعني بدل ما يقول لي كمان. إيشي صار بالأربعينات؟ بيقول لي خلال ذلك العقد. يعني الأربعينات. شو صار؟ أجل مجموعة أشخاص إسمهم سيانتست. علماء. من أي دولة من إنجلترا. من إنجلند. ممكن يحكي لبريتن. عادي ما بتفرج. شو سووا هذول علماء؟ تطوروا أول برنامج وين يا قلبي؟ على الحاسوب. وزي ما حكي لها كلمة برغرم إلا معنين. كلمة برغرم هكذا عقولة نور القزع تعني برنامج وكلمة برغرم هكذا تعني هاي برنامج حاسوب هاي برنامج تلفزيون. إذن ديورينج. شو أنا ديورينج؟ خلال ذات decade ذلك العقد. أنوء عقد الأربعينات. العلماء سينتست بعيدة ولي في إنجلترا. ديورينج تطوروا the first computer program أول برنامج كمبيوتر يعني متى أول برنامج كمبيوتر تطوروه في الأربعينات. ما حكي للمتى من الأربعينات. طيب تمام. حسنوان هذا الضمير الضمير إت هذا عليه خلاف لمين يعود؟ هذا الضمير إت في ناس بقولك هذا بعود لا first computer program لا أول برنامج كمبيوتر صح first computer program وفي ناس شو بقولوا لك الإت بعود to complete one calculation to complete one calculation عشان تكمل عملية إيش؟ حسابية الثنتين أعتقد والعلم عند الله صحيح. شو السبب؟ بإنه حسب المعنى بزبطه. إت هذا البرنامج talk talk أخذ تعالي يا قلبي التصيف الأول take الثانية talk والثالث taken معنى take يأخذ ميز ما بين كلمة take يأخذ وكلمة talk يتحدث هاي يتحدث وهاي يأخذ طيب هذا البرنامج talk أخذ 25 دقيقة to complete عشان يكمل one calculation عملية حسابية إذن البرنامج 25 دقيقة عشان يكمل عملية حسابية واحدة يعني بتقوله واحد زائد واحد هاي العملية قميش ده تكمل دقيقة؟ 25 دقيقة إذن هذ الكلام بعطيني دليل إنه كان الكمبيوتر كثير شعن سلو بطيء جدا يعني طيب تمام كمل يا أستاذ خلصنا بالأربعينات إذن بالأربعينات شو صار؟ التكنولوجيا تطورت بشكل كاف للمخترعون صنعوا الجيل الأول لذلكمبيوترات الحديثة صار يحكي لي كيف الكمبيوترات الحديثة كانت لارج كبيرة ونيت تحتاج لغرفة قداش مساحتها 167 متر مربع to accommodate لتتسع له وكمان بيقول لي خلال ذلك العقد العلماء طوروا the first computer program شين the first computer program أول برنامج حسوب كم دكيكة أخذ منهم 25 دقيقة to complete one calculation عشان يكمل عملية حسابية هذا الدليل أعطاني إنه هذا الكمبيوتر كان كتير سلو شين سلو بطيئة تمام؟ كويس وآخر إشي بال58 خلصت من الأربعينات بال58 صارت شغل وحدة the computer chip was developed هاي chip معناها شريحة أو رقاقة الحاسوب طورت بدك تمنجز ما بين هاي الكلمة chip وما بين كلمة chip هاي chip سفينة وهاي chip معناها إيه؟ رقاقة تمام؟ تحكي لي تمام هيك إحنا اخلصنا من هاد الكلام بنينا يجي لمين للأسئلة بسم الله الرحمن الرحيم عبركة الله هنبدأ سؤال أول شوف شو بقول شوف شو بقوله السؤال أول يلا عبركة الله هنبدأ إن بالأزرق لا بديش أزرق بدي لون تاني لون تاني هاي لون هاد لون سارخ يلا بسم الله الكلمات التالية ماذا تعني كمبيوتر بروغرام برنامج كمبيوتر معناها بالانجليزي معناها بالانجليزي شوف شو معناها بالانجليزي مجموعة تعليمات تعليمات تمكن الكمبيوتر إنه يقوم في حمله نعيدها مرة تانية شو معنا بالانجليزي كمبيوتر بروغرام تعليمات تمكن الكمبيوتر إنه يقوم في حمله الكلمة الثانية عملية حسابية معناها طريقة نستخدم الأرقام هذو الكلام أخذناه في بداية شرح الحصة خلصت خلصت رقم اتنين فايند جد كلمة في النص تعني قطعة قطعة صغيرة موجودة داخل الكمبيوتر عشان تخزن معلومات حكينا اسم اللي هاي في تيار كهربائي أخذنا هاي الكلمة ويفترض أنك تذكرها انهيلية كلمة رقاقة إيش الحاسوب البعديهم الضمائر عمين بتعود تعال مرة تانية هون 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 هاي الفقرة هاي الفقرة لأ هاي الفقرة وين الفقرة هاي الفقرة بدنا نمسح هذ الكلام ونتا تساعدني تحكيلي هذول الضمائر عمين بعوده بدك تحكيلي هذول الضمائر عمين إيش بعوده وركز معي تريليون وقلي هذول الضمائر عمين بيعوده جاهزين بسم الله يلا ضمير الأول اللي هو إت ضمير الثاني ذات ضمير الثالث إت الرابع ذات ديكيد الخامس إت هسا يفترض انك انت تعرف عمين كل واحد بعود تمام تحكيلي تمام شوف هون السؤال السؤال الجميل مثلكم شوف السؤال الرائع شوف شو بقول لي ماذا هي مميزات أو خصائص أول نموذج للكمبيوتر تعال علي طلع علي انت كيف تطلع لإجابة من هون شوف شو بقول لي هايو كان لارج كبير ونيدد أروم يحتاج لغرفة مساحتها 167 متر مربع توأكموديد خلصت خلصت كان يحتاج إلى غرفة مساحتها 167 متر مربع لنضعه فيها يلا سؤال بعدين ماذا ساعد شو هو الإش لساعد المخترعون عشان ميك يصنعوا أو create يوجدوا the first generation الجيل الأول من الأيرلي كمبيوتر من الكمبيوترات الأولية شو الإشي لساعدهم هايو طلع عليه شوف شو بقول لي إنه التكنولوجيا تطورت بشكل كافي لما التكنولوجيا تطورها بشكل كافي ساعد مين هذا الكلام المخترعون عشان يطوروا الجيل الأول من الكمبيوترات الحديدة تمام تحكي لي تمام حقا عادي ناخد أسئلة تفصيلية تفصيلية مية بالمية طيب سؤال بعدي يلا ماذا اخترع شو اخترع بالثمانية وخمسين تعال علي تعال على الثمانية وخمسين هاي الثمانية وخمسين وينها هاي الثمانية وخمسين شو اخترعوا بالثمانية وخمسين هايو ده الكمبيوتر ايش شب رقاقة ايش الحاسوب السؤال بعدي شوف شو بقول وين متى the first model computer that appear متى أول كمبيوترات حديثة أبير شان أبير ظهرت أول كمبيوترات حديثة ظهرت بالأربعينات الف ستمية واربعين وجنبها أس دير بالك ما حكى ليش التاريخ متى بالظلط بالأربعينات وين واس the first computer program متى أول برنامج حاسوب تطور برضو بالأربعينات متى ما حكى ليش متى write down اكتب disadvantage اشي سلبي or bad feature أو ميزة سيئة للfirst computer program لأول برنامج حاسوب متذكرين شو ميزات أول برنامج حاسوب هاي وين حكينا عنه هون هايو هايو طلع علي قلبي طلع علي قلبي طلع علي طلع علي هون 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 همسح همسح كبير شوف شو مو قللي the first computer program اخذ 25 دقيقة حكينا اخذ 25 دقيقة معناته ايش كان كتير ايش slow شان slow بطي تمام تحكي لي تمام هاي احنا صرنا شرحين فقرتين بأسئلة تفصيلية مية بالمية عشان ما اشي يغيب عن مالك الفقر البعدي هون الفقر البعدي هون الفقر البعدي هون عبركة الله نبدأ اظن انه الحماس لازم انه يقوله عندكم مليون ليش مليون؟ يفترض انت بالمعاني ما بيتعاني هاصل شو مقلي the first computer game was produced in 1862 فرد two years later by the computer mouse in وعد وسبعين the floppy disk was invented which meant that information could be shared between computers the first pc personal computer was produced in 74 so people could pile computers to use at home عبركة الله نبدأ يلا first computer game يلا شو مقعنا first اول شو مقعنا game لعبة computer computer was produced انتجت produced انتجت حكيها produce انتجت produce انتجت طلع علي هون produce معناها ينتج وهي فعل شو مقعنا فعل product معناها منتج production معناها انتاج هدول التنتين noun وننوم طيب شو مقللي the first computer game was produced متى ب62 come on era هاي بعد الميلاد هاي اختصر لايش come on era يعني بعد الميلاد اذا اذا 1862 شو انتجه computer mouse شن computer mouse فأرة الكمبيوتر خلصنا من الستين طيب followed by two years شن followed اتبعه two years بعد اتنين سنة later later فيما بعد later فيما بعد في كلمة late معناها متأخر وearly مبكر computer mouse فأرة الحاسوب اذا هاي شو معناها فأرة الحاسوب هاي جمعها مايس جمعها مايس اذا 1862 produce انتجه شو انتجه computer game اول لعبة كمبيوتر حطوها جلب followed by two years شو عين فلد اتبعه بعد كم سنة two years سنتين شو انتجه computer mouse شيني ماوس فأرة الحاسوب طيب يا حدا فأرة الحاسوب باي سنة انتجت راح تقول للاستاذ السنة مش موجودة بس هون قل لك بعد سنتين يعني متى انتجوها 1964 اجب الوزارة what was produced ماذا انتجها 1964 متكتجوبه computer mouse طيب السؤال التاني لو قل لأذكر شغلتين انتجت بالاربعينات بالستينات 1960 وجنبها اس شو الشغلتين اللي انتجت في الاربعينات the first computer game اول لابة computer وكمبيوتر ماوس خلصت خلصت طيب بالواحد وسبعين في لوب ديسك في قرص مرن ديسك طلع علي كلمة ديسك في ديسك هيك معناها مقعد وفي ديسك بالاي معناها قرص هاي القرص اللي عنا ديسك هاي اللي عنا قرص القرص المرن was invented اخترع متى بالواحد وسبعين which عايدة عامين على اختراع القرص المرن عامين على اختراع القرص المرن منت قصدوا شو المقصد من اختراع القرص المرن في عنا كلمة اسمها مين يقصد أو يعني التصريف الاول مين والثاني منت والثالث منت نعيد التصريف الاول مين الثاني والثالث منت منت طيب القرص المرن اختراعوا بالواحد وسبعين which منت قصدوا منه يعني شو الغاية من استخدامه الانفروميشن المعلومات could be shared استطاعوا مشاركتها مشاركتها between بين الكمبيوترات بالواحد وسبعين اختراعوا له في لوبي ديسك المقصد منه الادفانتج فائدته انه الانفروميشن could be shared استطاعوا مشاركتها بين الكمبيوترات في كلمة between معناها بين وفي كلمة among معناها ونفس الاشي بين طيب the first bc شو معنا first اول كلمة bc اختصار لمين personal computer الكمبيوتر الشخصي اذا bc اختراعي العيد personal computer كمبيوتر شخصي كلمة personal جاي كلمة person شعني person شخص personal شخصي اول كمبيوتر شخصي was produced انتج متى انتج بال74 اذا the first bc اول كمبيوتر شخصي was produced انتج متى انتج بال74 الناس استطاعوا شراء buy شراء buy التصريف الاول التصريف الثاني boot الكمبيوترات to use at home ويستخدموها وين في البيت اذا the first bc اول كمبيوتر bc اختصار لمين personal computer كمبيوتر الشخصي ما تخترعوا بال74 شو نتيجة اختراع البي سي انه البي بل شين البي بل الناس could buy استطاعوا شراء البي سي الكمبيوترات الشخصية ويستخدموها بالhome اي حلو بتقول ليه حلو نايد المعلومات المهمة اول لعبة كمبيوتر ب 62 بعد سنتين فارت الحاسوب يعني فارت الحاسوب بال 64 بال 71 اللفلوبو ديسك الغاية منه فائدته information could be shared المعلومات تشاركوها بين الكمبيوترات bc اختصال لفيلسون الكمبيوتر الكمبيوتر الشخصي انتج متى بال 74 شوفا عدته الناس استطاعوا شراء الكمبيوترات and use at home ويستخدموها وين في البيت تمام تحكي لي تمام نجي للأسئلة بسم الله رمضة حين يلا لحالك what ماذا produce انتجة في 62 انتجة the first شيني first اول computer game شيني computer game لعبة حاسوب computer game طيب انت هترك لك ثواني تفكر بس انت مش لازم تفكر لازم تجوا بسرعه what was developed ماذا تطور or produce او انتج بال 64 بال 64 يا بعد سنتين شو انتجوا computer mouse فقرت ايش الحاسوب من شن اذكر اختراعين اختراعين بالسابعينات اختراعوا اختراعوا بkaa واخترعوا كمان القرص المرن ما تخترعوا القرص المرن بالواحد وسبعين تشير لأيش البي سي حكيانا تشير لبيرسونال كمبيوتر الكمبيوتر ايش الشخصي ماذا كان فائدة 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 او استخدام ليش بحطيك اكثر من اشي ممكن الوزارة تجيب لك اكثر من اشي فائدة استخدام ايجاد انه حكيانا شو فائدته انه المعلومات شو ما لها يا قلبي استطاعوا انها شيرد شين شيرد يتشاركوها بين كمبيوتر بين ايش الكمبيوترات اجابة من النص تمام تحكين تمام لست ضع في قائمة هاي الكلمة كثير والوزارة بتحبها ضع في قائمة الاربع اختراعات اكتملت بين بالخمسينات والسبعينات اول شي اخترعوا كمبيوتر اول لعبة كمبيوتر اخترعوا كمبيوتر ماوس فارج الكمبيوتر بالاربع وستين واخترعوا له فلوبي ديسك القرص المرن متى فلوبي ديسك بالواحد وسبعين بعدين اخترعوا بيسي اول كمبيوتر ايه شخصي بالاربع وسبعين طيب سؤال بعدي كيف عملية اختراع الكمبيوتر الشخصي كانت مفيدة 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 للبشر او للناس بهذاك الزمن لونهم استخدموا الكمبيوترات وين في الهوم شأني هوم في المنزل هيك احنا خلصنا الفقرة هاي كان فقرة صنا بخلصين صرنا وخلصين واحدة ثنتين ثلاث فقرات الان نتقل للفقرة رقم ايش اربعة وخليها حماس مليون السلام عليكم الان الفقرة قبل الاخيرة من فقرتنا الان شو بقول لي بقول لك قول لي عني ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم عام 1983 شاني بيبل الناس قد استطاعوا باي شراء باي التصريف الثاني بوت اخدناها قبل شوي بالثلاث وثمانين الناس شو اشتروا اللابتوب اذا بالثلاث وثمانين شو اشتروا اللابتوب لأول مرة هون معنى كلمة تايم مرة هون فور معناها لي في كلمة فور هكذا معناها اربعة وهي فور معناها لي طيب نعيد عام 1883 ماذا صار اول اشي اللابتوب اشترو الناس استطاعوا شراء اللابتوب خلصنا من التمانينات يعني بالتمانينات كم شغلة صار شغلة واحدة ثم Kylo في التسعين اجب بريتش سينتست شمعنا سينتست عالم شماله بريتش بريتاني ممكن احكيي لي انجلش انجلش سينتست عالم بريتاني شاسمه Tim Pernersleigh اذا بالتسعين جب بريتش سينتست شمعنا سينتست عالم بريتش بريتاني انجليزي شاسمه تيم شاسمه تيم بيرنالسلي هاظ العالم طور ايش اسمه W W واتطلع علي هون اقول لك W W تمام تحكيلي هاي تشير لكلمة وب وب معناها شبكة اذا انا ال W الاخير تشير لمين وب شمانا وب شبكة وال W بالنص ويد واسعة نعيد W اخير ويب شبكة ويد واسعة وهاي ال W تشير لكلمة عالم صارت الشبكة شف 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 صارت الشبكة العالمية الوايد الواسعة اذا لو قل لي W W W لا اشتو شير يلا مرة تانية انت حكيلي قل W الشبكة ويد الواسعة العالمية اذا اجا بريتش سيانتست عالم بريطاني شو اسمه تيم بيرنازلي طور ايش اسمه W W W يلا عينيت W الاخيرة اختصر لها ويب شوانا ويب شبكة والب النص ويد واسعة و ال W الاولى العالم ماشي هذا كلام متى 1990 طيب it was not until لم يكن حتى عام كم 2007 2007 the first smartphone اول smartphone هاتف ذكي appeared ظهر اذا اول هاتف ذكي الهاتف الذكية هاي هاي الهاتف الذكية السمارتفون متى ظهر الاول هاتف ذكي من 2007 طيب نعيد بال83 البيبول والناس استطاعوا باي شراء اللابتوب for the first time لأول مرة بالتسعين اجاب ريتس سينتس عالم بريطاني ايش اسمه تم بيرنازلي develop طور ايش اسمه www الاخير اختصار لويب شبكة و الوسط اختصار لويب واسعة والأولى العالم لغاية عام 2007 اول هاتف ذكي appeared ظهر طيب اليوم معظم الناس يستخدمون الذير موبايل الذير عايدة عن الناس الناس بيستخدموا دليفوناتهم كل يوم طيب اتطل علي يا حديك طل علي بالالفين وسبعة اخترعوا الهاتف الذكي هنا الرزلت شن الرزلت النتيجة نتيجة اختراعي للتليفون الذكي انه الناس بيستخدموا دليفوناتهم اياش كل يوم ناعدوا مرة تانية أرسمي تولات تعملين الناس كتباي استطاعوا شراء اللابتوب لأول مرة حطه على جنب بعدها بالتسعين اجاب بريتس سينتس عالم بريطاني شا اسمه تم بيرنازلي ديفرب شوما ديفرب طور www شويني الو الاخير اختصار لويب شبكة البنص واسعة والأولى العالمية ظلهم لغاية عام 2007 ديفرست شن فيرست اول سمارتفون هاتف ذكي ابير ظهر الريزلت الكونسيكوانس نتيجة اختراع لها التليفون الذكي شو هو انه الناس استطاعوا استخدام تليفوناتهم كل يوم تم تحكي لي دم تعال 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 اوعى تروح اوعى تروح هذول الاسئلة يا قلبي قلتوا يا رب بتقول لي اقولت يا رب عبركة اللي وين متى people الناس باي اشتروا اللابتوب for the first time لأول حكينا شو معنا كلمة time هون مرة الناس اشتروا اللابتوب متى اول مرة اللابتوب هايو 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 جواب هايو طلعوا كيف الناس اشتروا اللابتوب متى بال83 اذا متى اشتروا بتقول له عام 1983 وثلاثة وثمانين البعديها يا قلبي البعديها شو شو بقول لك find jid كلمة in the text من النص which means تعني كلمة من النص تعني mobile phone with مع advance متقدم technology كلمة من النص معناها تكنولوجيا متقدم التالفون مع متقدم 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 الجواب كلمة smart phone شعني كلمة smart phone هاتف ايش ذكي تم تم بعدها what does the pronoun الضمير there تعال تقرب عليه يلا لحالك انت اذا دارس بتعرف بصة مية بالمية الضمير there هايو there عامين بتعود على most people معظم مين الناس لو كتبت كلمة people لحالها بعتبر لك ايها ايش صحيح اذا بتعود على كلمة people شعني people الناس او most people معظم الناس سؤال بعدين what is شعني what ماذا شوف هاي الكلمة result نتيجة حكيها result نتيجة في كلمة بتشبهها تشبه كلمة result طلع عليه في كلمة كمان تشبه كلمة هايشوف result نتيجة consequence برضو نتيجة كلمتين معناهم نتيجة result او consequence شو السؤال بقول لك what is the result شو نتيجة effect اثر appearing ظهور لسمارتفون الهواتف الذكية حكينا النتيجة هيئة طلع عليهم النتيجة انه المعظم الناس بيستخدم تلفوناتهم كل يوم تمام تحكيلي تمام السؤال البعدي هو شو معنى هو هاي هو تستخدم للشخص اللي ايش العاقل هو مين طور هاي هاي ال Je Floor حكي plug بريتش سAntist علم ايش يلا حكي بريطاني يلا تذكر شو اسمه من غير ما ترجع للنس اسمه Tim Perneriz Lee تمام تحكيني تمام هيك احنا قطينا على هاي الفكرة Cool luck السلام عليكم طلابنا يلا عبركة الله نكمل what will happen in the future you can already buy watches which can do the same as mobile phones scientists have also developed the glasses that capable of doing even more than this اذا نبلش عبركة الله نترجم شما نوت ماذا will سوف happen يحدث اعطيني كلمات معناها يحدث take place معناها يحدث وفي كمان هاي الكلمة هاي الكلمة يحدث اذا هذول كلمات معنا يحدث what will happen in the future في المستقبل اذا هذا السؤال سهل جدا what will happen in the future ماذا سوف يحدث في المستقبل حط ببالك وفقا للكاتب شو رح يصير بالمستقبل رح يصير كم شغلة شغلتين واحد هاي رقم ايش الان واحد you can انت تستطيع منه اليو انت انت اللي عم تقرأ او الستودانس او البيبون buy تشتري watch الساعات طلع علي هون ممكن كلمة watch تعني ساعة وكلمة watch يشاهد او تعني ساعة يلا حكيلي شو حكيت كلمة watch كم معنى الها معنين مرة ساعة ومرة ايش يشاهد تم تحكيلي تم اذا انت ممكنك تشتري ساعة الساعة غير عاقل شو بتو خد which can do تستطيع هاي الساعة نفس عمل the same نفس عمل الموبايل فونس اذا what will happen in the future شو معنى كلمة what ماذا will سوف happen يحدث take place يحدث in the future في المستقبل شغلتين واحد you شو معنى you انت كان تستطيع buy شراء شو تشتري watch ساعات can do the same as mobile phones ممكن انت تشتري ساعة هاي الساعة تقوم نفس عمل التلفون وهاي الساعة اعتقد انها موجودة رقم اثنين what will happen in the future scientist العلماء also كذلك طلع علي قلبي لما حكا لي كذلك هاي كذلك اداة ربط حكا لي اول شغل بحكي لي كذلك يعني كانه بحكي لي الشغل التاني developed العلماء تمكنوا او كذلك طوروا glasses نظارات يلا عيد لبارة تاني كلمة glass بيجي معناها نظارات وبيجي معناها زجاج that عيد على glass capable قادرة يعني have the ability have the ability with doing عمل more than this اكثر من هذا اذا نعيد what will happen in the future ماذا سوف يحدث في المستقبل كم شغلة رح يصير في المستقبل شغلتين واحد you انت كان تستطيع buy تشتري watches ساعات هاي الساعات can do تستطيع عمل the same as mobile phones عمل نفس التلفونات رقم اثنين شوما سينتسلع علماء also كذلك develop شوما تطوروا glasses نظارات هاي نظارات are capable قادرة even though doing more than this عمل اكثر من نظارات طيب الفقرة الاخيرة ركز معي life in the future الحياة الحياة in the future في المستقبل is going to هاي is going to نفس معنى will شو يعني سوفا اذا life in the future is going to سوفا سي تشهد further changes تغيرات تغيرات اكثر بايش بالكمبيوتر تكنولوجيا بتكنولوجيا كمبيوتر نعيد شو معنى الحياة life شو معنى in the future في المستقبل is going to سوفا سي تشهد further changes شو معنى تغيرات ابعد بايش هاي تغيرات in computer technology في تكنولوجيا الكمبيوتر it is likely من المحتمل all aspects جميع مظاهر aspects مظاهر everyday life حياتنا اليومية كل مظاهر حياتنا اليومية rely on تعتمد على تعتمد على computer program برنامج او برمجة ايش الحاسوب rely on معناها يعتمد على معناها have يملك trust ثقة confidence ثقة خدناها بالكلمات في something شيء ما نعين مرة تانية rely on يعتمد على تحكي ليش depend on هسو سب depend on ها بصير لكن ما طلب منك بالكتاب هادا ما يلي have يملك trust ثقة confidence ثقة بايش بشيء ما اذا شو بقول لي life in the future حياة في المستقبل is going to see سوف تشهد further changes تغيراتهم اكثر بايش بالكمبيوتر تكنولوجيا في تكنولوجيا الكمبيوتر it is likely من المحتمل all aspects جميع مظاهر everyday life حياتنا اليومية سوف تعتمد على تكنولوجيا الكمبيوتر كيف how كيف احنا بنسافر واحد بيوتنا تدفق تم تحكي لي تم تعال الاسئلة اللي هون عشان تمتمها مع بعض سؤال اول شوف هي watches الساعات الشغل الثاني glasses النظارات هذول اللي هم دخل بمين بالمستقبل السؤال بعدين شوف شوف بقول لي what does the writer ماذا الكاتب or author او المؤلف اللي قلف لنا الفقرة هاي الكاتب او المؤلف expect يتوقع او predict يتوقع regarding بشأن شو الكاتب بتوقع بشأن بشأن ايش كمبيوتر تكنولوجيا تكنولوجيا الكمبيوتر شو توقع هون هايو هايو لما حكلك هون طال لي لما حكلك الحياة في المستقبل سوف تشهد تغيرات كثيرة في التكنولوجيا الكمبيوتر ها هاد هو الاشي اللي اتوقع هاي اللي اتوقع جميع مظاهر الـ everyday life حياة اليومية ورح تنتمت على الكمبيوتر تكنولوجيا تمام تحكي لي تم البعدي هاو شاني هاو كيف هاو كيف والسوف الـ life حياتنا تعتمد على أو تعتمد على كلمتين معناهم تعتمد على اكتبهم على الكمبيوتر وفقا لأوبينيون رأي رأي مين الريتر الكاتب كيف حياتنا رح تعتمد على تكنولوجيا الكمبيوتر هاي الشغلتين وينهم هاي ونفس الاشي تكرر يعني سؤال بطريقة ثانية هاو هاو كيف احنا بنسافر وكيف بيوتنا ايه شمانا تدفع هيك احنا خلصنا شرح كل اشي تزيئيه بالتفصيل عن الفقرة الان في انتك خمس اسئلة موجودة بالكتاب هاي الاسئلة بدك موجودة بالكتاب بدك تركز عليها موجود مية بالمية سؤال اول بسم الله وين رأينا اول كمبيوتر وجد طبعا اذا انت دارس بتعرف انه هايه هاي الجواب وجده في قاع البحر في الجريس في اليونان تمام تحكي لي تمام هنحلل الاسئلة بسرعة سؤال الثاني شو هي المعلومات في النص شوز تبين او تعرض او تظهر اول نمادج اول كمبيوترات مدرن حديثة كانت كبيرة وين هذ الكلام موجود بالنص وين كان موجود بالنص هايه طلع عليه هون شو شو بقول لي واحد من النمادج كان الدليل بحتاج لغرفة قدش مساحة مية و سبعة و ستين مربع لنضعه فيها تمام تحكي لي تمام هذا دليل انه الكمبيوترات كانت ايش كبيرة سؤال بعدي لست ضعفي قائمة اختراعات اختراعات اكتملت بين بينا الثمانية و خمسين والخمس و سبعين شو الاختراعات اللي اكتملت حكينا هاي هم بسم الله بالثمانية و خمسين اول رقاقة حسوب طورت اول لعبة انتجت متى باثنين و ستين بعد سنتين لاتر فيما بعد انتج الكمبيوتر ماوس الكمبيوتر ماوس بالاربعة و ستين بالواحد و سبعين الفلويدسك القرص المرن انفنتد و اخترعة خمسة اختصار لبيرسونال كمبيوتر الكمبيوتر الشخصي اول كمبيوتر الشخصي ايبروديوس انتج متى انتج بالاربعة و سبعين خلص السؤال خلص السؤال السؤال بعدين كيف انت تعتقد ان التكنولوجيا حسوب سوف تطور اكثر في المستقبل الى اي درجة الى اي درجة انت اجري شان اجري توافق المقالة هل انت المقالة انت موافق ان التكنولوجيا الكمبيوتر راح تطور الحياتنا اليومية ولا لا شوف شو مو قللك وفقا للنص كل شيء في حياتنا ولسوف ترجم مش توقي فيك وتسمع ترجم على الكمبيوتر لكن انا لا اوافق انت ممكن اتوافق حر انت هذا رأي اوبين آنسر مع المقالة بكوز السبب اي دون انا لا اعتقد جميع مظاهر حياتنا اليومية تعتمد على الكمبيوتر بكوز هذا راح يكون الو نتيجة او نتيجة في العديد من المشاكل if the computer لو الكمبيوترات تحطمت سؤال بعدية شوف شو مقول we rely نحن نعتمد more and more اكثر واكثر على تكنولوجيا الحاسوب how far الى اي مدى do you agree انت بموافق على هذا الكلام وهل هذا الكلام لديه positive development من التطور ايجابي وتذكر انه عكس كلمة positive negative شنه negative سلبي عكس positive شو هو negative شنه negative سلبي طب شوف شو بقولك هون بقولك اي اجري انا اوافق انه الكمبيوترز enable تمكننا to do نقوم many great things اشياء عظيمة reliant on نحن نعتمد او اعتمادنا بشكل كامل على التكنولوجيا is not positive aspect ليست اتجاها او ليست ميزة ايجابية بشكل كامل this development لهذا التطور تمام تمام هذا open answer شو ما له open answer هلأ قلبي انا شو ما اعطيك هون ما اعطيك هون حوالي تقريبا 32 سؤال هدول 32 سؤال جوابهم هتشوفهم منشورين وين على اليوتيوب ما بديش اعبيلك البطاقة وكلها فيديوهات اذا هدول 32 بحط لك الاجابة بدي اف لكن انت وانتي بدك خذ الفيديوهات شو تسوي فيهم تحلي الاسئلة بعدين تروح على اليوتيوب تشوف فيديو اسمه اجابة اسئلة العامة على قطعة تاريخ الكمبيوترات تمام تمام ويفترض بهاي القطعة يويلك من سواد ليلك اذا ما جوابة فل للفل على كل كلمة بهاي الفقرة رب نوفقكم وبي قرص